نستهل هذه النشرة بعرض آخر الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتحضيرات للمناظر المرتقبة بين هارس وترامب قبل خمسة وخمسين يوما من اختيارهم الرئيس المقبل يترقب الناخبون الأمريكيون المناظر الوحيدة وربما الحاسمة بين كامال هارس ودونالد ترامب وتستمر المناظرة مدة تسعين دقيقة مع فواصل إعلانية كما ستكون أول لقاء على الإطلاق بين هارس وترامب إذ رفض الرئيس السابق حضورة مراسم تنصيب بايدن عام 2020 وتستضيف شبكة ABC News المناظرة في متحف مخصص لدستور الولايات المتحدة في فيلادلفيا كما كشف استطلاع جديد تعادل مرشحية رئيس كامال هارس ودونالد ترامب في استطلاعات الرأي الاستطلاع الذي نشره مركز بيو للأبحاث بين أن هارس وترامب وصل إلى طريق مسزودة إذ قال 49% من الناخبين المسجلين الذين شملهم الاستطلاع إنه إذا أجريت الانتخابات اليوم فهنهم سيصوتون لمصلحة هارس وقالت نسبة مماثلة إنهم سيصوتون لمصلحة ترامب وفي الاستطلاع قال 61% من الناخبين أن عبارة ذكية عقليا وصفت هارس بشكل جيد جدا أو إلى حد ما مقارنة مع 52% وصف ترامب بهذه الطريقة حماس كبير في الشارع الأمريكي لمتابعة المناظرة الأولى بين مرشحي الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب وكاملا هارس سعيدت إلى أماكن ترامب والآن على أفضل المناثين أعني او تتواجد فوق الأمريكي إذا كان الأمر يعني أن نعرف سعيدها 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 سعيده سعيدها أنت منظيف سعيدها أن شوي لها منها هو ما سوف تفعله عن ما يحدث في غازا أنا مرحباً للمتابعة في فيلي هذا هو أين أمي ويعمل وأنا أحبه كثيراً ويقفت 50-50 هذا المتابعة حقاً ويقفت دراسة جديدة واحدة من كل أربعة جمهوريين يبررون العنف السياسي إذا تم التلاعب بالانتخابات الرئيسية وبيّنت دراسة أن 32% من الجمهوريين الذين لديهم وجهة نظر إيجابي عن ترامب يتفقون على أن الوطنيين قد يضطرون إلى اللجوء إلى العنف من أجل إنقاذ بلدهم كما داعم نحو 28% من الجمهوريين المعيدين لترامب وجود مواطنين مسلحين كمراقبين للانتخابات لضمان انتخابات رئاسية نزيهة حسب وصفهم تتتالى استطلاعات الرأي الأمريكية مع بدء العد التنازلي لسباق الرئاسة بين الغريمين الجمهوري دونالد ترامب وديمقراطية كامال هارس ولكن هناك عوامل مؤثرة في استطلاعات الرأي تحدد أولوية المتسابقين والجمهور على السواب أبرزها الاقتصاد والتوجهات السياسية العديد من العوامل في استطلاعات الرأي للانتخابات الأمريكية يجب مراقبتها لفهم حقيقة السباق أول هذه العوامل التقييم حيث أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سينا تقدم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس على المرشح الجمهوري دونالد ترامب بواقع أربع نقاط مئوية في ثلاثة ولايات حاسمة هي بنسلفانيا وميتشيغان وويسكنسون حماسة الناخبين تلعب دورا أيضا في السباق الرئاسي حيث أظهرت الاستطلاعات صحيفة نيويورك تايمز أن 62% من الديمقراطيين متحمسون للغاية لدعم مرشحتهم كما أظهرت أن 63% من الجمهوريين متحمسون لدعم مرشحهم دونالد ترامب أضف إلى ذلك من بين العوامل المهمة في السباق الرئاسي الطرف الثالث فمع دخول مرشحين آخرين إلى السباق وتقارب استطلاعات الرأي بالنسبة لهارس وترامب من المحتمل للغاية أن يتمكن الطرف الثالث من ترجيح الانتخابات في أي من الاتجاهين حيث أشار استطلاع رأي أجرته جامعة مونموث إلى أن 8% من الناخبين لا يحملون رأي إيجابيا تجاه هارس أو ترامب وبينما يحبس الأمريكيون أنفاسهم انتظارا للانتخابات الرئاسية يبرز عامل الخوف الاقتصادي من الوضع كمحدد أساسي يتجاوز حدود الأحزاب والانتماءات السياسية وتأتي الملفات الاقتصادية على رأس أجندة اهتمامات المواطنين كما أن سياسة وتوجه كل مرشح تعد من العوامل البارزة في السباق حيث تشير إلى أين ستتجه الولايات المتحدة حيث أظهرت الاستطلاعات أن 51% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب أفضل في الجانب الاقتصادي بينما حصلت هاريس على 48% في هذا المجال وللمزيد ينظم إلينا من واشطن مراسل شارقناك كريم يوسي كريم في خضم حمى استطلاعات الرأي هذه وقبيل ساعات من هذه المناظرة الحاسمة والمرتقبة قد يسأل أحد المتابعين لماذا بنسلفينيا تحديد وما هي أجواء الترقب في الولايات المتحدة لهذا الموعد المهم والذي بالتوقيت الأمريكي أو توقيتنا أحنا يكون فجرا لدينا نعم مكي الأعين كلها يعني ستكون على هذه المناظرة في التاسع مساء بتوقيت الشرقي للولايات المتحدة هذه المناظرة مكي هي من ستحدد بشكل ما وفق العدد كبير من استطلاعات الرأي وأراء عدد من المحللين السياسيين الانتخابات أو الفائز بالانتخابات القادمة خاصة ويعني إذ ما تحدثنا عن حمى استطلاعات الرأي كما ذكرت نجد بأن على مدار الأيام الماضية خرج استطلاع رأي عن نيويورك تايمز وهو أحد أهم استطلاعات الرأي التي خرجت خلال الثلاث أيام الماضية ذكر استطلاع الرأي بأن دونالد ترامب هو المتفوق على كامل هارز بنقطة واحدة حيث حظي بـ 48% مقابل 47% لهارز وبالتالي هذا يقلص التطوق الذي كانت عليه كامل هارز في متوسط استطلاعات الرأي الوطنية في أمريكا خلال الفترة الماضية الآن كامل هارز متطوقة في متوسط استطلاعات الرأي بنحو نقطة ونصف في المئة تقريبا نتحدث بالتأكيد عن أهم الملفات التي سيتم التعويل عليها بالنسبة لكل المرشحين اليوم بالنسبة لكامل هارز تعول على ملفين تحديدا هو ملف الإجاب لأنك تعلم ميكي طبيعة أهمية الإجاب بالنسبة للنساء في أمريكا خاصة في عدد كبير من الولايات المتأرجحة نتحدث أيضا عن ملف أو أجندة أو مشروع 2025 تحاول كامل هارز إلصاق هذا المشروع بأجندة السياسية الخاصة بدونالد ترامب وهو مشروع تم إعداده من قبل مركز بحثي محافظ يتحدث عن طبيعة السياسة الأمريكية داخلية وخارجية في عهد دونالد ترامب على الجانب الآخر نرى بأن دونالد ترامب سيركز على الاقتصاد سيركز على أن التضخم السبب الرئيسي فيه هو جو بايدن وإدارته ونائبته كامل هارز سيركز أيضا على أمن الحدود وبأن إدارة بايدن هارز سمحت بدخول ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات الأمريكية إلى حدود الولايات الأمريكية الجنوبية وهو ما أدى إلى زيادة معدلات الجريمة في أمريكا بشكل عام دعم كريم ينبون تاريخ الحديث للولايات المتحدة أن المناظرات الرئيسية لعبت دورا حتى في تغيير رأي الناخب من خصوص المترددين منهم النقطة الأبرز التي قد تلعب دور المرجح أو بيضة القبان الليلة كهلية غزة وقضايا الشرق الأوسط أما أن القضايا الداخلية والاقتصاد والتضخم والسكن هي أو من سيبدع فيها أكثر سيجذب إليه أصوات أكثر أعتقد بشكل ما أن القضايا الداخلية تهم العدد كبير من المواطنين الأمريكيين أكثر من السياسة الخارجية أو القضايا الخارجية المتعلقة بأوكرانيا المتعلقة بأصراع الروسي الأوكراني والصراع الإسرائيلي مع حماس في غزة نتحدث عن أن هناك 30% تقريبا ذكروا بأنهم يودون معرفة كامل هارس بشكل أكبر وبالتالي التحدي أكبر بالنسبة لنائبة الرئيس كامل هارس أو مرشحة ديمقراطية كامل هارس عن منافسه المرشحة الجمهورية دونالد ترام لأن دونالد ترام لدي خبرة كبيرة حقا ممتدة من عام 2016 في المناظرات الرئاسية بينما كامل هارس ستكون هذه هي المناظرة الأولى التي هي على مستوى الترشح للانتخابات الرئاسية وبالتالي كامل هارس عليها ضغط أكبر عدد كبير من المحاللين يرون بأنه يجب أن تتفوق كثيرا اليوم على دونالد ترام لتكون لها فرصة في الانتخابات القادمة في نوفمبر القادم وبالتالي ستحاول كامل هارس تعريف الجمهور الأمريكي وتعريف المجتمع الأمريكي بها بشكل أكبر والتركيز كما ذكرت على عدد من الملفات الهامر الغاية التي تعلم بأنها ستجذب أصوات الناخبين خاصة في الولايات المتأرجحة خلال الانتخابات القادمة بالفعل ربما قد يكون الضغط أكثر على كامل هارس بناظر أيضا لأداء بايدن في آخر مناظر والتي كانت سببا في انسحابه ربما على كل سنتابع معك وقاع والأثار المرتقبة لهذه المناظرة من واشنطن مراسل الشرق هناك كريم يسري شكرا لك على كل هذه المعطيات